هل تظهر لكم؟ هذا الهيئ يتحدث في الوقت الروبوت يتحدث يقوم بحاليا أكثر من 3 مليون روبوت صناعي حول العالم في عام 2020 تم إضافة 384 ألف روبوت في العام الماضي فأين توجد هذه الروبوتات في الوقت الحالي؟ السلام عليكم ورحمة الله ومسهلا بكم معكم أيمن عمر وأنا مهندس متخصص في مجال الروبوت وأنا المدير التنفيذي لشركة وينوت وهي شركة استشارية مقررة في اليابان فإذا كنت من محتاجين لتطوير التكنولي الروبوت أرجو انتصال شركتنا ونحن نقدم لك الاستشارات أو توصيلك بأي من الشركات الروبوت اليابانية أو حتى شركة في دول الأخرى قمت عدة أسابيع أصدرت المنظرة الفضرالية للروبوتات التي انتشفت عليها في الروبوت وهي المنظرة التي تعنا بحصر البيانات عن الروبوتات الموجودة حول العالم فخلال آخر تقرير لهم ظهر البيانات عن حجم الروبوتات التي تم إدخالها للصناعة في عام 2020 والتي هي السنة الأولى لجائحة كورونا فيمكن مثلا نرى كيف أثرت جائحة كورونا على تأثير إدخال الروبوتات في الصناعة بنعم هذا التقرير هناك حوالي 384 ألف روبوت تم إدخالها في عام 2020 فده يرفع العدد الكلي للروبوتات الصناعية في العالم من 2.731.000 روبوت إلى 3.015.000 روبوت فكذا القيدنا نظرة على البيانات التي تدشير على حجم الروبوتات التي تم إدخالها في العشر سنين الماضية سنرى أنه هناك دائما زيادة من عام 2020 ولكن وصلت للقيمة في 2018 وبعد ذلك انتخفضت على الروبوتات التي تم إدخالها للصناعة فنرى يعني في 2018 هناك حوالي 422 ألف روبوت تم إدخالها في 2018 ولكن العدد الذي انتخفض إلى 382 ألف في عام 2019 ولم يزيد كثيرا في 2020 في 2020 هناك 384 ألف روبوت تم إدخالها في 2020 طبعا أكثر دول يعني المستخدمين للروبوتات زي ما موجود في التقارير السابقة أن دائما الصين هي أعلى دولة فمنلاحظ الصين أدخلت يعني 100 أكثر من 168 ألف روبوت في 2020 ثم بعدها اليابان بأكثر من 38 ألف روبوت في المتحدة 30 ألف روبوت وكوريا أيضا 30 ألف روبوت وألمانيا 22 ألف روبوت ولكن طبعا بنلاحظي أن هناك في فرق كبير ما بين الصين واليابان يعني ممكن الصين تكون أدخلت حوالي نصف الروبوتات الصناعية التي تم إدخالها في 2020 يعني هي الصين تعادل ما تم إدخاله في جميع دول العالم الأخرى يعني هناك إدخال يعني هناك إدخال يعني استخدامات كثيرة للروبوتات في الصين والشركات الصينية بتدخل الروبوت الصناعية بكثرة في كثير من الصناعات عندهم يعني نسأل حزم البيات للصين نلاحظ أن الصين رفعت كمية الروبوتات التي تدخلت الصناعية خلال عشر سنين الماضية يعني في عام 2010 كان هناك خمسطاة ألف روبوت تم إدخالها للصناع ولكن العدد وصل إلى يعني 168 ألف روبوت في عام 2020 فنلاحظ أكثر من عشر أضعف تم يعني زياء يعني تضاعفت كمية الروبوتات التي تم إدخالها في الصناع خلال عشر سنين الماضية وطبعاً ده كلها يعني بيجي خطط حكومية لإدخال الروبوتات وأتمتت المصانع ورفع كفات الإمتاج في الصين في المصانع الصينية الأمر في اليابان يعني لا يختلف يعني يختلف كثير عن الصين يعني في اليابان زمان كانت أعطبار هي أكثر مستخدم للروبوتات الصناعية ونرى أنه دائم في زيالة حصلت خلال عشر سنين الماضية وسط للقيمة في 2018 لكن صار فيه انخفاض خلال السنين الماضية يعني في 2018 كان هناك خمسة وخمسين ألف روبوت تم إدخالها للصناع العدد انخفض للخمسين ألف عام 2019 وهو في السنة الماضية تم إدخال يعني أقل من 39 ألف روبوت فإظهارين فيه انخفاض خلال السنين الماضية الأمر أيضا لا يختلف كثير عن الولايات المتحدة أيضا هناك نسبة كبيرة أو عدد كبير من الروبوتات يدخل في عام 2018 وصل إلى 40 ألف روبوت ولكن الآن انخفض إلى 31 ألف روبوت في عام 2020 كوريا أيضا نفس الشيء فيه انخفاض في عضو الروبوتات التي تدخلها في الصناعة لكن القيمة كان عندهم في 2016 يعني أكبر كعدد من الروبوتات العشر سنين الماضي كان في 2016 ولكن ينتخفض إلى 31 ألف في عام 2020 فإصار فيه انخفاض في عضو الروبوتات التي تدخل في الصناعة في كوريا الجنوبية ألمانيا لا يصار فيها يعني فيه اختلافات كثيرة يعني في عدد كبير أيضا يدخل في عام 2018 يعني كل القيمة القيمة العضو الروبوت التي تم خلال الصناعة كان في 2018 ولكن صار إنه هو في ألمانيا نفس العدد طريقا مساوي يعني في عام 2010 هناك 14 ألف روبوت تم خلال الصناعة عدد الزات إلى 20 في عام 2011 انتخفض قليلا لكن ترى انه هو عام 2014 2015 2016 هناك 20 ألف روبوت 2017 21 ألف روبوت هناك طبعا قفزة في 2018 لكن العدد رجع ثاني إلى 22 ألف روبوت في عام 2019 وعام 2020 طبعا هي القطاع الصناعة السيارات هو أكبر مستخدم للروبوتات الصناعية يعني وبعده يوجد قطاع الإلكترونيات فحسب آخر البيانات يعني هو يوجد قطاع السيارات يستحوز على 32% من حجم الروبوتات الصناعية في العالم وقطاع الإلكترونيات يشمل 25% من الروبوتات الصناعية الموجودة في الصناعة حاليا ثم بعد ذلك القطاع الحديث الصلب والآلات 10% ثم البلاستيك كامل 5% الأغذية 3% والباقي طبعا هي صناعات أخرى وغير مسجلة فمنلاحظ أنه هو دي الأكبر قطاعين يعني هم القطاع الصناعة السيارات والقطاع الإلكترونيات هم أكبر مستخدم للروبوتات الصناعية حول العالم ولكن كيف عن هالحكاية دي مساء في كل الدول أم في اختلافات حسب البيانات بنارى هنا في البيانات هالعزلة الروبوتات التي أدخلت فمنلاحظ أنه هناك الغالبية العظمى في عام 2020 هي في الإلكترونيات يعني صناعة الإلكترونيات هي الآن أكبر مستخدم وليس أكبر مستخدم ولكن أكثر مشتري يعني الروبوتات التي تم إدخالها في 2020 كانت في قطاع الإلكترونيات وليس في قطاع السيارات يعني هناك 109 ألف روبوت تم إدخالها لقطاع الإلكترونيات في 2020 ولكن قطاع السيارات أدخل فقط 80 ألف روبوت قطاع الآلات والحديثة الصلب 41 ألف روبوت ونرى البلاستيك والكمالية 19 ألف بعد ذلك تطعن في اللغزية 12 ألف روبوت فإظهر أنه الآن في إدخال كبير في الروبوتات في مجال الإلكترونيات لكن خلال البيانات للتساعدات السيارات الماضية منلاحظ أنه كان في عام 2018 كان هناك يعني 126 ألف روبوت تم إدخالها لقطاع السيارات يعني أكثر من قطاع الإلكترونيات اللي هي كانت 105 حتى لما نخفض في 2019 لا تزال كان الصناعة السيارات كان أيضا هو أكثر للمستخدمين ولكن يصار أنه في 2020 زادت استخدام الروبوتات في قطاع الإلكترونيات فذلك يصار أنه ده هو تأثير جائحة كورونا يعني خلال جائحة كورونا الطلب على السيارات قلة ولكن الطلب على الإلكترونيات زادت بشكل كبير لأنه كثير من الشركات طبعا أصبحت يعني العمل من المنزل واستخدام مثلا الأجهزة اللي تكشف يعني كشف دريات الحرارة والكاميرات التي تعطي تصوير فلذلك يعني في زيادة في صناعة الإلكترونيات ولكن في خفاط في الطلب على السيارات ولكن الطلب على الإلكترونيات زادت بشكل كبير خلال 2020 فنلاحظين أن الشركات اضطرت لنا هي تزيد استخدام الروبوتات والأتمتة بزيادة كالإنتاج في خلال عام 2020 إذا حاولنا مثلا نشوف الحجم الإدخال في الدول في الصين طبعا هي أكبر مستخدم فمنلاحظين أنه الغالبية للروبوتات الاستخدامة في الإلكترونيات هي الحجم الأكبر يعني في الصين أدخلوا 63 ألف روبوت في قطاع الإلكترونيات ولكن مثلا قطاع السيارات لم يحصل إلا على ممكن أقل من نصف هذا العدد اللي هو 27 ألف روبوت ولكن منلاحظين أنه في الصين خلال الثلاثة الماضية دائما قطاع الإلكترونيات أعلى بكثير من قطاع السيارات يعني الزائر في الصين بيستخدم فيه تجاه كبير لأتمتت تعني قطاع الإلكترونيات ولكن قطاع السيارات طبعا يظهر أنه ليس كبير جدا في الصين في اليابان أيضا الحكاية مشابهة أنه أيضا قطاع الإلكترونيات هو أكبر مستخدم أو أكثر جهة الآن بالدخل عن الروبوتات لو قرناها بصناعة السيارات في الدولات المتحدة الحكاية بالعكس في الدولات المتحدة نرى أنه هو استخدام صناعة السيارات هي المستخدمة أكبر للروبوتات الصناعية ليس كصناعة الإلكترونيات ولكن ملاحظة أنه التالت هو صناعة الأغزية صناعة الأغزية أكثر من من صناعات البلاستيك وصناعة الحديثek الص Long فأكيد طبعا ملاحظة أنه في العالم المتحدة الصناعات الإلكترونية كلها موجودة في الصين على الشركات الأمريكية المتحدة مثل الشركة أابل تصنع في الصين و لا تصنع في العالم المتحدة ولكن السيارات مستخدمة في العالم المتحدة تصنع أخر piano المتحدة لان طبعا تكلفة الشحن للآلات السقيلة والسيارات طبعا مكلفة جدا ولكن تكلفة التصنيع والشحن من الالكترونيات من آسيا ارخص بكثير فلذلك نلاحظ انه لا توجد استخدامات كثيرة للإصناعات الالكترونيات في الولايات المتحدة لعكس يعني زي اليابان او او الصين في كوريا ايضا الشبيه ايضا باليابان والصين نلاحظ انه الغالبا بعض ما من الربوطات الصناعية تم ادخالها في السميه اللي هي واللا اليي والصناعات الالكترونيات ايضا الا كبر مستخدم لربوطات الصناعية الصناعة للسيارات للاحظين انه في فرج كبير ما بين 2018 و2019 يعني في 2018 كان هناك 11000 الربوط تم ادخالها في عصاعات السيارات ولكن العدد لهب اكثر من النصف في عام 2019 و2018. فصارين في الصين هم مركزين اكثر على صناعة السمي كوندكتور وصناعة الالكترونيات. المانيا تصارين هاي قريبا اللواءات المتحدة ايضا غالبية الروبوتات الصناعية ذهبة في قطاع السيارات وقطاع الحديد الصلب والالات. ونرى انه كمية قليه جدا في صناعة الالكترونيات. فصران المانيا هم ايضا مركزين على صناعة السيارات والالات. لكن صناعة الالكترونيات الزائر متركزة في اسيا. سواء كانت في الصين. طبعا صين اكبر واحدة. بعدين اليابان وكوريا الجنوبية. يعني الصناعة الالكترونية مقرأة في اسيا. ولكن الصناعات الاخرى زي الصناعة السيارات والالات. هي في اوروبا. كانت سواءا المانيا او امريكا الشمالية. او امريكا المتحدة. طبعا الروبوتات التعاونية هي من الروبوتات الحديثة والتدخل الان في كثير من القطاعات. هي حتى الان لا تزال نسبتها قليلة. فحسب البيانات في عام الفين الفين وعشرين تم ادخال 22 الف روبوت مقابل تلتمية وستين الف في روبوت صناعي تقليدي. فلا تزال نسبة قليلة. ولكن طبعا هي استخدمها يعني الروبوتات التعاونية هي تدخل في قطاعات جديدة لانه القطاعات القديمة هي قطاعات صناعة السيارات او مسلا صناعة الإلكترونية تعتمد على الروبوتات الصناعية التقليدية لانه روبوتات الصناعية التقليدية هي تكون دائما اسرع. ايضا دقتها عالي جدا. وتستطيع ترفع اوزان اعلى. ولكن الروبوتات التعاونية دائما هي تعتبر مرنة. فلذلك الدقتها ليست عالية في تحديث المواقع. وايضا يعني لا تستطيع تحمل اوزان ثقيلة. فلذلك هي تعتبر في قطاعات جديدة. يعني عاصل القطاعات التقليدية وفي مهام مختلفة تماماً على المهام التقليدية. فتعتبر ان هي داخلة في السوق جديد وقطاعات جديدة لم يحادي عن استخدام الروبوتات من قبل. فلذلك هي قد تأخذ وقت الى ان تدخل بشكل موسع وتستخدم في قطاعات كثيرة خلال السنة القادمة. طبعاً هي رغم الانخفاض في هذه الروبوتات المدخلة خلال السنة الماضية. لكن أغلبية التوقع انه سيكون هناك في زيادة في استخدام ادخال الروبوتات في الصناعة خلال السنوات القادمة. سيكون متوقع انه في خلال هذا العام سيكون بيع 435 ألف روبوت. والعدد ممكن يزيد بنسبة 6% خلال السنوات التي بعدها. فمتوقع انه قد يصل لأكثر من نصف مليون روبوت خلال الالفين وعشرين. في الواضح انه سيكون هناك يعني توجه كبير للأتمتة وتخلال الروبوتات في المصانع بشكل كبير في الاسعات القادمة. موسيقى 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 اجل تكون شتابت من الحلقة اليو اذا اقفوهم في حلقة اخرى يبدو في موسيقى 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 اشتركتنا في القناة موسيقى موسيقى وردي جبكة